حبيبي ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا هنعمل النهارده الرؤية الطريق الطريقة كده سهلة ولزيزة وهشرفك جدا في العظمين المورقة كده وحلو وأحلى فطير بجد تكليل هو الرؤية باللحمة جربي كده الطريقة ضيق ودعيلي تعالوا كده نسمي الله ونبدأ ما تنسوش الصلاة على الرسول عليه والله للصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الجداية كده انا حبيت اجيب معاك وتعصيت اللحمة مع اني عملتها معاكو كثير قبل كده على القناة وهي بسطلة كده مبشورة كبيرة ولما دبلت معايا مع فلفل اقدر مع بقى شوية فلفل اصمر ودبلو كده معايا حطيت اللحمة بتاعتي وكمان البهارات بتاعتي انا قدتلك عليها برضو وتمطموية كده مقطعها هقلب كل جمعة بعد طوان على دور هذية لغاية ما تستوي معايا وكانت جاهزة شربة بقى بتاعتي جبت كده احبت شربة حلوين هضيف عليهم الالفات دي فصتهم كده مهروز زي ما انت شايفين وفلفل اصمر وبرضه هضيف شوية من البهارات بتاعتي هقولكو عليها هي عاملة شبهة سبع بهارات كده هضيف الملح بتاعي عشان طبعا ما كنتش ضيفة وسبع بهارات وهقلب الكلام ده كله بس باضافة برضو معلقة سامنة صغيرة جدا سامنة بلدي بس ديها ريحة طحفة وطعم طبعا ما اقول لي كيش حلو قوي قوي جربي الطريقة دي هتعتمديها على طول في طريقة عمل الرؤاة والكل هايحلف بها هقلب كده خلاص كله كله انضمج مع بعض هجيب بقى الحصانية بتاعتي او البيركسة او الحاجة اللي انت هتضيف فيها هبل كده ورقة ورقة بالضبط زي ما انت شايفين كده وهتري ان انا ارصص في الحصانية بتاعتي بقيت اكسر وحطت حاجة حاجة كده وساوي الجوانب وكله طبعا هو بعد كده هيتطلع قالب واحد مش هيبين فيه التكسير ولا اي حاجة ده انت بس هتساوي وتحطي جوانب كلها هتملج جوانب كلها اللي هي فضل حطيت كده كامراء من تحت حوالي خمسة ستة من تحت لازم تغطي كله ويبقى كله سوى واحد دي اهم حاجة بالسوى طبعا بيطلع مزبوط جدا لا يهمكيش خالص التكسير ده احطي كده اللحم المفرومة بتاعتي او بشاك كده وابتدي ان انا بقى احط برده من فوق الرئال بتاعتي اللي انا عاوزة بس بتشربيه كويس قوي من الشربة بالبهرات اللي احنا بهرنوها بالحاجات ده وخلاص لكن جاهز معي انا بقى بحب اقطعه قبل ما ادخله الفرن بصراحة اي اقطعته كده مش بحب يعني لما يطلع اقليبه والكلام ده لا انا بقطعه وبطلعه يعني الواحدة بواحدته هنا بقى هحط كده من فوق الوش معلقة كده سمنة بسيطة جدا والفرن متسخن عادرة يتحرورة مية وتمانين هدخله هيقعد بالزبط نص ساعة او 35 دقيقة ويطلع بالشكل انت هتشوفو ده لغاية طبعا على حسب كل فرن انت ممكن فرنك يجيب شوية او اقل انت طبعا هتحطيه على الشبكة هيحمر كده معاك